تقرير صدر عن البنك العالمي تحدث عن أمور تخص الاقتصاد الجزائري بل أنه وصل به الحال إلى أن حذر من زلزال اجتماعي زلزال يحدث في الجزائر وهو الذي يتماهى ويتماشى ويتوافق مع كل ما كنا نقوله من قبل بأن ثورة الجياع قادمة في الجزائر وأن الوضع الاجتماعي في الجزائر متدهور جدا وأن نسبة الفقر ازداد والبطالة توسعت وأن القدرة الشرائية صارت في خطر وأن هناك مجاعة في الجزائر وأن الغلاء يتصاعد بسرعة فائقة وأن الأرقام التي تقدمها السلطة هي أرقام كاذبة ومخادعة ولا تعتمد على أي أساس لأن النظام الذي يكذب في الأحوال الجوية لا يمكن أبدا أن يصدق في أرقام تتعلق بالاقتصاد وهو يراهن على تخدير وتضليل الجزائريين بل وصل الحال بأيمن مع عبد الرحمن هذا الذي يتولى ما يسمى منصب الوزير الأول أن وعد الجزائريين بأن تصبح الجزائر من مجموعة العشرين وبالتالي فهذه المصادقة سوف تحررنا لنعمل أكثر ونحن نعاهد أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب الجزائري أننا لن نكل ولن ندخل أي جهد حتى تبلغ الجزائر أسمى المراتب إن شاء الله ولما لا مسويات نمو دول مجموعة العشرين قد يقول البعض بأن هذا صراب ولكنه ليس صراب فبدأت تظهر المعالم وللجزائر كل المقاومات وهي حقيقة مسخرة لا يمكن وصفها لسنا هنا بصدد أن نسترسل في وصف الواقع الاقتصادي فهناك كثير من التقارير التي تتحدث عن مواضع بائس إلى درجة لا يمكن تخيلها لكن الملفت للانتباه أن تقرير البنك العالمي عثار صخط النظام الجزائري وطبعا الدول المحترمة الدول اللي عندها مؤسسات عندما يصدر تقرير من مؤسسة دولية ترد عليه بتقرير وبأدلة تضحذ هذه الشبهات ولكن الأنظمة التي لا تملك معطيها والأنظمة التي لا تملك ما تفند به هذه الحجج التي تأتي من هذه الأطراف تلجأ دائما إلى المؤامرة والتشويه والأشياء هذه لذلك مثلا شخص عندما يرد على واحد أو يكشف شخص آخر الشخص الآخر لما يرى نفسه مفضوح لماذا يلجأ؟ يلجأ إلى السب والشتم والقذف والمساس بالعرض وهذه الأشياء نفس الشيء ما ينطبق على الفرد ينطبق على أهل الدول